اشتركوا في القناة 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 باللي كانت إيجابية موجودة في خارطك الفلكية وعملي زوائية إيجابية وإم تتحولها السنوي إم تبدأ ترجع على نفس المكان عشان تعطيكي إيجابية ومش أي شخص برجع بعيدها وبكررها مش أي شخص بقدر يحسبها كلهم باعتمدوا على برامج البرامج هاي هي بتعطي التحولات لأنه هاي إنسان اختراها فهو حط برمج معينة البرمجة هاي صارت كل ما إنه بدي يرجع لهاي الدرجة يبعطيه إنه في سن كذا بدي ترجع مكانها ولكن هل رجعت إيجابية ولا سلبية أو الزوايا اللي بدي تعملها إيش هي أو هي جاية في بيت إلو علاقة بيت شرفها مثلا أو بيت بعطيها سعودي حتى لو كانت في شرفها عمل زوايا إيجابية فما تعلقوا كثير في هاي المواضيع هي أفضل شيء اللي احنا بنحكيها دائما اللي هي توقعات اللي مبنية على اليوم التوقعات اللي مبنية على اليوم والمبنية على الشهر هي اللي أدق في التوقعات لأنها بتعطيك يوميا حركة الكواكب هاي كيف هي موجودة وشو بتعمل لما أنت بدك هاي حسابات اللي هي حسابات التحولات السنوية أو بدك أنت لساني كاملة هاي بدك تقعد مع واحد أنت متفرغ وفلكي رائع ويحسب لك إياها يوم يوم وبعدين آخر شيء يطلع لك الحسابات تبعتك يقول لك عم هاي الكتاب تبعك 365 صفحة هدولة خارطتك الفلكية لساني هاي هيك انت هذا كتابك اسمه ومين اللي بدي يعمل لك إياها وما حدا رح يفرغ حاله عشان يعمل لك إياها ورح يكلفك كثير خصوصا للي بعرف في هذا العلم عشان يسوي لك إياها فعشان هيك انت اعتمد على التوقعات الشهرية واعتمد على حركة الكواكب كيف بتتحرك حاول انت تنصقها على حسب الخارطة الفلكية بيكون أسهل لك وأهونك وبتتكلفش فلوس وبتتكلفش دفع مصاري وبتخليش حدا يستغلك وبأعيد وبكرر معظم اللي موجودين على الساحة في حساب التحولات الفلكية ما بعرفوا يحسبوها لأنهم بعتمدوا على برامج البرامج هاي مش هم يصمموها فيه مبرمجين صمموها وأغلب المبرمجين ما بعرفوا في علم الفلك هو زي ما حكالهم فلكي يدخلوا الإحداثيات دخلوها وما بقدروا يطلعوا لحساب الصحيح هيك بكون أنا جوابت على السؤال هاد أتمنى أنه إجابتي تكون واضحة واتصل المعلومة للجميع خلينا نروح على التوقعات اليومية توقعاتنا اليوم للخميس عشرين اثنين الفين وعشرين القمر حكينا أنه موجود في الجدي رح يكون متواجد اليوم في آخر منزلة اللي هي سعد السعود هي بتيجي بين الجدي وبين الدلو هاي المنزلة بتوطد العلاقات والحرية والربح وبرضو للتفريق وحكينا أنه القمر لما بيكون في الجدي هو أغلب النهار رح يكون في الجدي منعود لطبيعتنا الجادة منحاول إنجاز عمل متراكم نجد أنه الأمور بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي أثرية والبدء بحمية وشراء بوليس التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية فلكية رح تكون زاوية اقتران إيجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة سبعة وتسعة وأربعين دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء يعني بعد الحلقة منهتم بشكل كبير بمشاكلنا ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني عمل إنساني وبتلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا على تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر ونيبتون رح تكون في تمام الساعة عشرة وأربع دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبقوى عنا الحدس وعليه فإن أكثر المستفيدين هم من يعملون بالمجالات ذات الصلة بالمجالات الفنية يعني كالفن الرسم ديكور تجميل شغلات من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبلوتو في تمام الساعة ثمانية وست دقائق صباحا هاي بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما الزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة ثنتين وثمنتعشر دقيقة عصرا من واجه مصاعب وعراقيل تطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ يفتقر البعض للشجاع اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر بعد هذه الزاوية مباشرة رح يكون فيه خلو المسار خلو المسار رح يكون ساعة ثنتين وثمنتعشر دقيقة بتوقيت جرينيتش عصرا يعني قبل الحلقة بساعتين تقريبا ورح يستمر خلو المسار هذا للساعة سبعة وواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا احنا منحكي عن خمس ساعات وهذا يعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الآن في نفس فترة خلو المسار هذا رح تتشكل زاوية زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين المشتري ونبتون وهاي رح تكون تقريبا يبل الحلقة يبل الحلقة تقريبا بأربع دقائق حلقة الغد هاي الزاوية زاوية إيجابية مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية في هاي الفترة بتنتهي وضعية حرجة أو مشكلة كانت معقدة مش قادرة تحلها ففي هاي الفترة بتنتهي ممكن الناس يكون عندهم مصيبة أو كارثة أو شكوة أو شكوك أو فضيحة ومش قادرين إنهم ينهوها أو مشكلة مالية أو هاد في هاي الفترة ممكن إنها تنتهي لحالها بطريقة سلسة وسهلة جدا بدون ما يكون فيها مشاكل وممكن تقع في الحب من أول نظرة يعني فيه أشخاص رح يوقعوا في الحب من أول نظرة بهاي الفترة طبعا هاي الفترة الزاوية إلها تقريبا بحدود الثلاث أسابيع ورح تستمر لا تقريبا بحدود نحكي شهرين طبعا حكينا إن القمر رح ينتقل لدلو طبعا بكرة ما رح يكون منتقل فبكرة رح نذكر في انتقاله القمر بما أنه رح يكون في الدلو معناه تقلو المسار القادم رح يكون يوم 22 رح يكون في تمام الساعة 4 و 8 دقائق صباحا ورح يستمر لليوم الثاني لساعة 6 و 37 دقيقة صباحا يعني ما يقارب أكثر من 24 ساعة 26 ساعة تقريبا في عملية الانتقال أو 25 ساعة ونص لا ينتقل بعدها القمر للحوت طبعا عمر القمر القمر انحسار الهلال 26 يوم في تمام الساعة 2 و 13 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش بصير عمره 27 يوم نسبة الإضاءة 15% بالنسبة للمزاج الكواكب وطباعها وتنقلاتها خلال الفترة القائدمة واليوم الشمس في الحوت رح يظل موجود لغاية 23 مزاجه ممتزج لأنه لسا بعملية انتقال القمر في الجدي والدلو حتى 23 ممتزج عطارد في الحوت بيتراجع ورح يستمر التراجع لغاية 4 3 في نفس الحوت بعدين برجع للدلو مزاجه منتحس الزهرة في الحمل حتى 5 3 مزاجه سعيد المريخ في الجدي حتى 30 3 المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 5 وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى 22 حتى 15 8 المزاج سعيد بعدين ببدأ عملية التراجع يعني في 15 8 نبتون في الحوت حتى 23 6 بعدين ببدأ عملية التراجع مزاج سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 4 بعدين ببدأ عملية التراجع مزاج سعيد طبعا ممتزج يعني طول اليوم بكون بين سعيد ونحيس سعيد ونحيس فتنمزج إنه مزيج ما بين حوس والسعاد طول اليوم أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود في الجدي لغاية المساء معنا تم نحسب يوم فعشان هيك رح نحكي تأثيرات القمر لما بكون موجود في الجدي هي شبيهة لنفس التوقعات الأمس فمن عيدها نفس اليوم ما مقتضبه يوم مناسب لمن يبحث عن عمل ومن يعمل ينجح في الدفع بمصالحه ويحافظ على إنجازاته القائمة هيك القمر بحكي خلينا نشوف الخارطة الفلكية بالنسبة لبيتك الأول نحكي إنه في أول ساعات من نهار اليوم بكون عندك شوية إيجابية في شخصيتك أو نوع من التحسينات عليك أو على نفسيتك ما رح تستمر كثير بعدين بترجع أنت لطبيعتك اللي هي شخصيتك إذا كنت إيجابي فهي إيجابية وإذا أنت كنت سلبي فهي سلبية ما في أي تأثيرات سلبية ولا إيجابية عليك أما بالنسبة لبيتك الثاني فهو بيت المال في نوع من أنواع الدعم أو الأشياء الطفيفة يعني مش أنه نحكي أنه والله إيجابيات قوية رح تعملك معجزات إيجابيات يمكن أن يكون في خير لإلك ممكن عندك إمتحان أو مقابلة اليوم رح تبدع فيه ما رح يكون يوم ماشي بصعوبة أما بالنسبة لعلاقتك مع إخوتك فالوضع إيجابي ممكن يساعدك في أمر معين أو يشور عليك في أمر معين وممكن أنه يرافقوك بمشروع معين أو بمشوار أو رحلة أو نزهة أو شغلة من هذا القبيل أما بالنسبة لبيتك الرابع فالإيجابي أكثر من الأمس على بيت البيت فعشان هيك يصير عندك إهلتمام أكثر في المنزل أو بإحداث تغييرات في المنزل أو شراء نواقص للمنزل أو تصليحات ممكن يصير عندك نوع من أنواع الاتصال ما بينك وبين أحد الوالدين في أمر معين أو أنه اجتماع إخوي على مستوى عائلي أو لقاء عائلي ممكن يكون فيه نوع من أنواع المساعدة أو طرح فكرة معينة للتشاور أما بالنسبة لبيتك الخامس فهو بيت العاطفي فبساعدك في أمور عاطفية كثير عندك بعض التحركات والاتصالات اليوم العاطفية ممكن عندك حبلة له أو حفلات أو طلعات فيها نوع من أنواع الترفيه بتساعدك برضو بشكل إيجابي ولكن دير بالك أنه يعني بدون تهور أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الأمور العمل ما زالت بأوجهة في حضوض بتدعمك في هذه المنزلة لو عندك مثلا حاب تقدم لوظيفة أو عندك مقابلة لوظيفة فهي رح تكون لصالحك خلال هذا النهار ورح يدعمك الحظ في مكان عملك ورح تنجز الأعمال الموجودة عندك بحيوية ونشاط بدون أي تكاسل بالنسبة لصحة شايف الأمور اليوم أحسن بكثير إذا كنت تشكو من إشي اليوم ممكن أنه تلاشى هذا الموضوع أو خف بشكل نوع من الاهتمام بصحتك كمراقبة الوزن النصاحة غذائك برنامج غذائي نوعية شرب أعشاب معينة أو شيء علاقة بهذا أو وصفي مثلا معينة أما بالنسبة لبيتك السابع ما بشوف في أي شيء يذكر لا سلبي ولا إيجابي فهو روتين عادي على مستوى الشراك المالي والعاطفية على مستوى بيتك الثامن مستوى القروض والمنح والأمور اللي إلها علاقة بالقروض أو الهبات برضو ما شايف في أي شيء ما في أي أي طاقة لا سلبي ولا إيجابي فيه فهو على وضع الطبيعي بالنسبة لبيتك التاسع شايف أنا شوية نحوسة رح تكون موجودة فيه فعشان هيك لا تعتمد على الحضوض في الامتحانات ولا تعتمد على الحضوض في السفر ولا بالقضايا القضائية ولا بالتنقلات ولا بالامتحانات والدراسة ما تغامر وما تتهور وما تخالف القوانين هذه أهم نقاط أنا بحكي لك إياها وإذا كان عندك سفر بدك تعتمد على الوقت والأغراض المهمة تنقلات المهمة عساس أنه أنت ما تروح عليك الطيارة أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه الوضع إيجابي كثير ممتاز رح يساعدك بكثير من الأمور على مستوى العمل على مستوى سمعتك خصوصا في ساعات العصر بالنسبة لبيتك الـ 11 فالأمور ممتازة جدا على مستوى التنقلات وعلى مستوى العلاقات الصداقة أو مساعدة الصداقة أو أنت تساعد بعض الأصدقاء أو لقاء اجتماعي أو دعوي لحفلة أو مناسبة تكون مثمرة تماما وتحقق من خلالها إنجازات أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الدعم حليفك رح يساعدك هذا الأمر بنوع من أنواع الطاقة الإيجابية للتحرك والتنقلات لكثير خلال هذا النهار وما في أي شيء خوفك من خلال الأشخاص اللي حواليك أو اللي بيكيدو لك أو اللي بتأمروا عليك يعني بعطيك نوع من الدعم النفسي بشكل قوي وعلى مستوى الأعمال وإنجاز الأعمال برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية من الإبعيدة تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائك ومعكو هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف إيش الخارطة الفلكية بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول يعني مش مثل يوم أمس من ناحية النشاط والحيوية والشخصية والجاذبية والأفكار الإيجابية اللي بتكون دعميتك أقل شوي بتحس أنه فيه نوع من أنواع الإضطراب اللي عندك ما فيه تركيز معين حاسس أنه فيه أشياء من خربطيتك ما عندك اهتمام بأي شيء حب أنك أنت تقلل من تحركاتك رغم أنه الوضع الفلكي إيجابي بدعمك يعني بيتك الثاني شايف على مستوى المال إذا تحركت واستغلت هذا النهار ممكن تحصل أنت أموال من خلاله وإذا عندك مجال العمل الإضافي أو بعض الأمور اللي فيها مساعدات ممكن أنت تساهم فيها وتحصل على أموال فرح يساعدك ورح يجلب لك بعض الأموال وبالنسبة لبيتك الثالث عندك كثير من التحركات والاتصالات خلال هذا النهار ومعظمها رح يكون فيها إيجابية برضو وإذا كان عندك مقابلة أو امتحان رح يساعدك بشكل كبير وممكن تحقق من خلاله إنجازات أنت ما كنت تتوقعها أما بالنسبة لبيتك الرابع شوي هو روتيني قليلا عندك بعض الاهتمامات في بعض المشاكل المنزلية أو مع بعض أفراد المنزل في عندهم مشاكل معينة أو بينك وبينهم بتحاول أنك تحلها خصوصا رح تكون يعني متركزة على الوالدين أو على الإخوة ممكن يصير في نوع من الاتصال أو التشاورية أو اللقاء الاجتماعي بينك وبين الإخوة عند الوالدين ويصير طرح لمشكلة معينة لمناقشتها أو حلها بالنسبة لبيتك الخامس يعني عاطفيا شوي في حضوظ طفيفة جدا يعني بمعنى آخر إنها بتعزز لبعض موليد برج الثور القوة لتواصل العاطفي أو اللقاءات العاطفية أو تطوير لقاء عاطفي أو يصير من خلاله أو تطوير لمرحلة ما بعد المعرفة والمحبة اللي هي مرحلة الزواج ممكن تندع ببعض الأمور اللي بتتعلق في مسار حياتك يجيك نوع من الحضوظ وممكن تصير تفكر اليوم بنوع من أنواع الترفيه أو الأشياء اللي خارج إطار التقليد اليومي حفلة موسيقى رحلة أغاني شغلة بتتعلق بالكيف أو بالإنبساط ممكن تفكر في هاي الأمور بالنسبة لبيتك السادس أعمالك أنت مسيطر عليها لو عندك نية أنك تقدم العمل اليوم إيجابي ممكن تستغله بيساعدك في أمور القبول والتوفيق ما بينك وبين الشركات اللي أنت بتقدم لها إذا عندك مقابلة برضو بتساعدك وبتدعمك بشكل إيجابي إذا عندك أعمال أنت بتشتغل وعندك أعمال اليوم رح تنجزها على أكمل وجه بالنسبة للصحة ما في أي خوف عليها الوضع إيجابي جدا ودعمك بشكل ممتاز جدا أما بالنسبة لبيتك السابع فموضوع الشراك المالي والعاطفي فأنا شايف البيت خالي فلا إيجابية ولا سلبية موجودة عليه فعشان هيك بتصير على روتينها الطبيعي أما بالنسبة لبيتك الثامن فبدك تنتبه اليوم من المصاريف لزيادة الالتزامات لزيادة ما توقع على عقود حاول أنك ما تبدأ بمشروع معين خلال هذا النهار ما تخالف القوانين حاول أنه إذا عندك أي شيء له علاقة بالدوائر الحكومية أنه صحيح رح تتغلب فيه أو في إنجازه ولكن أنه بتنجزه في النهاية ولكن بكون فيه نوع من أنواع الصعوبة أما بالنسبة لبيتك التاسع إذا كان عندك امتحان أو سفر أو مقابلة بدك تنتبه بشكل جيد جدا خصوصا لو كمان كان عندك اتصالات مع الدول الأجنبية بدك تنتبه أنه مزاجك اليوم فيه نوع من الحدية والعصبية وممكن تتعركس هذه الأمور وما تتم بالشكل اللي أنت بدك إياه فعشان هيك حاول أنه أنت تسترخي شوي وترخي عصبيتك ناقش وجادل بمنطق وعلم مش بس ارتجالي وعصبي إذا كان عندك امتحان بدك تستعد بشكل جيد وإذا كان عندك سفرة أو بدك تسافر ممكن تتعرض لبعض التعطيل أو تتأخر الطيارة مثلا أو ممكن أنت توصل متأخر عن موعد الطيارة فحاول أنك أنت تبكر لها الأمور هاي وإذا عندك تنقلات بدك تنتبه أثناء تنقلاتك من التهور والتسرع لأنه ممكن أنت لا سمح الله أنك تتسبب بحادث أو عطل في سيارتك مثلاً يأخرك عن الطيارة بالنسبة لبيتك العاشر يعني أنا برضو شايف على مستوى العمل أمور روتيني جداً ما في أي شيء ولكن ممكن تنضغط في ساعات الظهر أو ساعات العصر تنضغط بالعمل ولكن أنت رح تنجز مقابل هذا الضغط رح يكون في إنجاز لبعض الأمور لدرجة أنه ممكن يجيك نوع من المديح أو الأطراء على هذا الإنجاز أو يكون هذا العمل اللي أنت عملته يكون زي امتحان بأهلك للمرحلة القادمة أنه أنت شو تعمل أو مكاني جديد لإلك أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فهو إيجابي بالكامل برضو أقوى من الأمس اليوم في لقاءات اجتماعية ممكن زيارات ممكن دعوات حفلات نوع من أنواع الترفيه بما أنه برضو الحظ في البيت الخامس قوي له الأمور هاي فممكن يكون عندك أنت مزاج حتى يمكن أنه لو تطلع تمشي في الشوارع أو تمزح أو تضحك يعني نفسياً بتكون عندك راحات أكثر فحاول أنك تستغل هذا النهار إذا أجاك دعوي أو مناء لمناسبة معينة وعندك مصلحة معينة مع شخص معين لو طلبتها منه اليوم هذا بيكون إيجابي أما بالنسبة لبيتك الـ 12 فأنا شايف أنه برضو بعزز الطاقة اللي عندك بدعمك شوي صحتك أحسن بكثير واضح الأمور حاول تستغل هذا النهار بشكل إيجابي لأنه بدعم الحظوض عندك بشكل واضح مرج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية تاعتك إيش بتحكي لك بالنسبة للبيت الأول بنفس الأمس يعني اهتمامك في شخصيتك أو في حركتك أو مزاجك اليوم أحسن بكثير عندك حب للتحرك والانطلاق والاهتمام بنفسك أكثر بالنسبة لبيتك الثاني إيجابي برضو إذا تحركت مش إيجابي نحكي بالقوة الخارقة أن الحضوض يعني تيجيك فلوس من السماء إذا تحركت أنت وبتشتغل في المجالات اللي هي لها علاقة بالعمل الإضافي ممكن تحقق من خلالها اليوم فلوس ويكون في نتائج إيجابية لإلك وممكن يجيك دعم أو تعويض أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف الحضوض بتدعمك لو فتح نقاش ما بينك وبين الأخوة اليوم موقفك أنت الأقوة ممكن أنت تقنع الجميع بوجهة نظرك لو عندك امتحان أو مقابلة أو اتصالات اليوم رح تكون إيجابية عندك سرعة بديهة عالية بتستغل الحدث اللي عندك بالتواصل بقوة عالية جدا بالنسبة لبيتك الرابع يعني ما فيها الحضوض القوية جدا جدا يعني بالعكس هي أقل درجة حضوض موجودة فيه فعشان هيك يعني بتحميك من السلبية ما في أي سلبية تذكر بتكون فالإيجابية هاي بتساعدك على أنه البيت يكون مريح ممكن تجتهد في بعض التنظيفات أو الترتيبات اللي ها علاقة بالبيت أو بعض التغييرات اللي ها علاقة بالدكورات أو الترتيبات أو شراء بعض الأمور الضرورية للبيت بفتح لك برضو المجال للنقاش العائلي مع أم أو مع أب مع لقاء عائلي مع الإخوة ممكن من البيت الخامس برضو بترح فكرة الأبناء بساعد برضو في هذا الموضوع ممكن أنت تقعد مع أبنائك لنصحهم أو أنك تسمع لهم أو تساعدهم أو تشور عليهم فبتكون برضو الأمور إيجابية بالنسبة لبيتك الخامس إجمالا هو إيجابي نسبة الحضوض عالية فمنكم يأما أنه بناقش مسألة عاطفية أو عنده فكرة عاطفية معينة بيحاول أن يبلورها بالفترة هاي أو يثبتها رح ينجح في هذا الموضوع إذا استغل الفرص الإيجابية وتعامل بمنطقية عنده حب للانطلاق للفرح المرح الترفيه بكل أنواعه يعني في حضوض في الموضوع ولكن بده ينتبه أنه ما يتهور بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك السادس فهو إيجابي صحتك منيحة ووضعك مسيطرة عليه بالعمل أنت مسيطر ومركز منزبوط إذا عندك مقابلة اليوم تبدع فيها إذا حاب تقدم لوظيفة برضو اليوم بساعدك وبدعمك شيئا ما في مجال التوظيف أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية ففي سلبية حاول أنه إذا تناقشت أنت وشريكك المالي أو العاطفي أنك تمسك حالك شوي ما تحتد بالنقاش لأنه ممكن تسبب أي خلاف وإنت بغنى بما أنه في بعض الإيجابيات في بيوت ثانية بغنى عن المشاكل مع الشركاء بالنسبة لبيتك الثامن برضو فيه سلبية فعشان هيكي بنقول لك بما أنه السابع والثامن فيه سلبيات فمنقول لك إذا في عندك فكرة لتوقيع عقد أو مشروع بنصحك أنه تأجله اليوم مش مناسب نهائيا لتوقيع العقود ولا إنجاز بعض العقود حتى لو راجعتها بشكل إيجابي الفترة مش إيجابية لإتمامها أما بالنسبة لبيتك التاسع إذا عندك نية لشراء سيارة أو جهاز اتصالات فاليوم غير إيجابي نهائيا ما بنصحك بالفترة هاي أنك تقدم على هذا الموضوع أجل الموضوع حتى يكون فيه إيجابية للموضوع هذا الفترة القادمة كاملة حتى نهاية الشهر ما بنصح في هذا الموضوع وخصوصا أنه تراجع عطارد بيأثر عليك أنت لأنه برج الجوزاء لأنه الكوكب اللي بتحكم فيك هو عطارد اللي عنده امتحان أو مقابلة أو اتصالات خارجية حاول يمسك أعصابه بلاش نقاشات حادي بلاش يفتح مشاكل بالاتصالات بلاش يحاول أنه يولع الأمور إذا كانت الأمور ماشية يعني ممكن يهديها خصوصا بالدول الأجنبية أو ناس في دولة بعيدة بده يمسك أعصابه اللي عنده امتحان بده يركز مظبوط وما يعتمد على الحضوض خصوصا في المرحلة الجامعية بده يعتمد على الدراسة وعلى الحد إذا هو استعد أما بدون استعداد ما رح يكون الموضوع لصالحه اللي عنده قضية قضائية طبعا فترة مش إيجابية ولا هي إيجابية لمخالفة القوانين فعشان يقدك تمسك أعصابك بدون مخالفة قوانين وبدون اندفاع وتهور أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأمر داعم بشكل إيجابي على مستوى العمل والحضوض والمال بيساعدك على مستوى الشخصية بيدعمك على مستوى السمعة ممكن اللي حاب يشتغل في شركة كبيرة مثلا أو دولية حاب يقدم أوراقه فاليوم مناسب جدا لهذا الموضوع أما إذا كان الموضوع إلو علاقة بالعمل داخل الشركات الكبيرة فأنا بقولك أنه راح تنجز كثير من الأمور خلال هذا النهار ورح تكون بالنسبة لك سهلة جدا أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا بقولك اليوم أكثر من الأمس ممكن يكون عندك لقاءة اجتماعية أو دعوات أو حفلات أو مناسبات تندعي إلها ممكن لقاءة عندك في البيت أو تدعو أنت أشخاص رح تكون مثمرة جدا والعلاقات هذه ممكن تستغلها بأي شيء أنت محتاجه للفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك 12 فأقولك أنه هو دعمك نفسيا مش هالدعم القوي ولكن نفسيتك أحسن تقدر تتحرك صحتك أحسن ما في أي شكوك لهذه الأمور تقدر تتحرك بشكل إيجابي وتستغل هذا النهار بكل إيجابياته وتحذر من سلبياته برج السرطان يوم مناسب للتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة بوسعكم إتمام خطبي أو زواج أو توقيع عقد تجاري هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف الأمور يعني ما فيها إيجابية ولا فيها سلبية فأنت على طبيعتك من نفس الشيء إذا أنت من النوع المرح الحباب اليوم رح يكون ممتاز جدا بالنسبة لك إذا أنت من النوع النكد واللي بتختلق المشاكل فاليوم رح يكون نكد أكيد لأنه هذا بيت شخصيتك بما أنه لا فيه سلبي ولا فيه إيجابي فهي شخصيتك هيك ويتكون أما بالنسبة لبيتك الثاني ما فيها الدعم الكبير على الأمور المالية ولكن أنه بيأكد أنه ما فيها المصاريف اللي رح تطرأ على الساحة يعني التزاماتك اليومية المعتاد عليها الأشياء الأساسية اللي أنت بتشتريها بتعرف كيف يترتب ميزانيتك أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه شوية الحظ أكثر فيها عندك شوية من الاتصالات التناقلات انتحانات مقابلات هاي كلها الأمور اللي علاقة بالإخوة مثلا هاي كلها الأمور مثلا مطروحة خلال هذا النهار بشكل إيجابي ما في شيء مقلق ما في أي سلبي موجود خلال هذا النهار فعشان هيك أمورك في هاي المجالات رح يكون ممتاز إن استغلت وأحسنت استغلاله أما بالنسبة لبيتك الرابع فبيدعوك مع البيت الثالث بما أنه إيجابة اثنين إما للقاء عائلي أو مناقشة أمر عائلي بتكون أنت متصدر للموضوع هذا وممكن رأيك هو اللي يؤخذ فيه وتنحل هاي المشكلة أو تعطي حلول لها المشكلة فاليوم برضو جاهز لهذا الموضوع ممكن عندك نشاط منزلي شراء شيء للبيت أو أغراض أو ديكور للبيت أو بعض النواقص المنزلية تهتم فيها خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الخامس فيعني عندك رغبة في الخروج عندك رغبة في المرح عندك رغبة في الحب واللقاءات العاطفية ممكن أنها تصير وممكن ما تصير ولكن الحظ بدعمك لأنه برضو أنا بعتمد على بيتك الأول لأنه نفسيتك إذا مرتاحة معناته رح تعمل ورح يكون عندك لقاءة حب إذا نفسيتك مش مرتاحة رح تنكد على أهله لللي بتحبه بس أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا أشايف أنه إيجابي إذا أنت حابب أنك أنت تتحرك بالاتجاه الإيجابي حابب أنك أنت تقدم لعمل معين في مؤسسة معينة أو لشغل معين اليوم ممكن أنك تقابل أو تقدم الأمر رح يكون دعمك بشكل ممتاز جدا صحتك ما في عليها أي خوف بالعكس يعني أنا شايف أنه وضعك الصحي أحسن بالنسبة لبيتك السابع الشراك المالية والعاطفية يعني عندك في ساعات الظهر نوع من أنواع الإيجابية ممكن أنك تستغلها في تدعيم العلاقة الشراك المالية والعائلية تحسن بعض الأمور تقترح بعض الأمور تلطف الأجواء شيئا ما تعمل نوع من المصالحة إن دعت الحاجة أما بالنسبة لبيتك الثامن برضو أنا شايف فارغ من الأمور الحظ وفارغ برضو من النحوسة ولكن إذا كان عندك بعض المعاملات القانونية ممكن تنجزها خلال هذا النهار ما في أي سلبية تذكر أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف اليوم عندك كثير من التوجه بالاتصالات للخارج أو مع الشركات الأجنبية أو مؤسسات تعليمية أو شيء العلاقة بناس ساكنين أو ناس بيقيموا في دولة أجنبية فعندك كثير من هذه التحركات خلال هذا النهار رح تكون لصالحك ورح يكون فيها إيجابية ما في أي خوف من الوضع إذا عندك امتحان رح تنجز فيه إذا عندك سفر برضو رح يكون مناسب جدا أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا بحكي لك أنه اليوم رح يكون مميز على مستوى العمل مع الشركات الكبيرة عندك حضوض دعميتك بشكل كبير أي إشي العلاقة بسمعتك اليوم رح يكون مميز جدا ممكن أنه يكون فيه عندك نشاطات أو تحركات مهمة خلال هذا النهار وتستفيد من خلالها أما بالنسبة لبيتك 11 عندك برضو رغبة باللقاءة الاجتماعية أو المرح أو الفرح أو الانطلاق خلال هذا النهار مع الأصدقاء أو مع أعهد المقربين اللي بيعزوا عليك خلال هذا النهار تتحرك باتجاه إيجابي جدا وتحصل من خلاله مساعدة أو دعم معين تستفيد منه بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 12 فهو دعم لإلك أكثر من بيتك الأول فعشان هيك صحتك ممتازة عندك أعمالك بتقدر أنك تنجزها بشكل إيجابي ما في أي شيء اسمه أنك أنت رح تمل أو تكل بتقدر تشتغل أكثر من شغلي مع بعض خلال هذا النهار برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم هيك القمر بحكي لكم خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي يعني اليوم أنا شايفه شبيه للأمس في بعض الأمور يعني بيتك الأول نفسيتك أحسن يعني عندك رغبة بالتغيير بالتحرك اليوم بنسق واضح تماما عندك كثير من المهمات حاب تنجزها خلال هذا النهار كثير من الأشياء الشخصية طاقة نفسية اليوم رح تشحن حالك بطاقة نفسية أقوى برضو من الأمس بيتك الثاني إيجابي بشكل جيد ما ناشتحكي جيد جدا ولا ممتاز يعني اللي بيشتغل أو بالمجالات العمل الإضافي ممكن يحقق اليوم إنجزات حلوة ويكون عنده نوع من أنواع الدعم من نسبة للمصاريف انت اللي بتتحكم في الموضوع إذا كان مضغوط عاطفيا أو عندك بعض المشاكل أو حب أنك تنفس عن حالك رح تصرف أكيد فلوس رح تضيعها مش رح تصرفها إذا كان أمرك ومزاجك هادي فأكيد أنت مش رح تتهور وعشان هيك بنصحك أنه ما تدخلش لا على مول ولا على السوبر ماركت ولا على مكان في أشياء خاتم وساعة ونبضارة وأشياء أو أواعي ألبسي ثياب عشان أنه أنت ما تضيع فلوسك في هذا المكان أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايفه إيجابي عندك كثير من التحركات والاتصالات اليوم عندك نهم لأمور الاتصالات والتنقلات حابب تتحرك في أكثر من اتجاه عندك كثير من الإنجازات اللي عنده امتحان اليوم بيبدع فيه اللي عنده تنقلات رح يبدع فيها ما في أي شيء يعركس عليه بالعكس الوضع إيجابي جدا عندك لقاء مثلا وحابب أنك أنت تناقش عندك سرعة بديهتك عالية جدا للرد على أي شيء بإيجابية ورح يتكون لصالحك فاستغل للنقطة هاي أنه أي شيء له علاقة بالاتصالات والمواصلات لحظ بعطيك الحظ الكامل أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه شوي الأمور البيتية خارج إطار السيطرة عندك أو أنه أنت مش مهتم كثير في أمور البيت لا تقصر بوالديك حاول أنه أنت تتواصل معهم حاول أنك أنت تتواصل مع أبنائك أو مع إخوتك إلك فترة أنت ممتنع عنهم أو مقاطعهم أو بتتجنب تجلوس معهم حاول أنه اليوم هذا يكون فيه نوع من أنواع التواصل معهم لأجل تدعيم العلاقة العائلية أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه كثير عندك اليوم رغبة في الأمور العاطفية والتحرك ما فيها الحضوذ القوية جدا اللي تساعدك للتهور أو للمرح والفرح والنزوات حاول أنه أنت تستفيد من الحضوذ هاي في الأمور اللي أنت بدك تستفيد من خلالها ما ضيعها بأشياء ممكن أنت ما تستفيد منها أما بالنسبة لبيتك السادس بدك تنتبه هنا على مسألتين المسألة الأولى إذا عندك عمل بدك تنتبه أنه رح يتراكم عندك والمسألة الثانية ممكن تتعرض لبعض الوعكات الصحية يعني لها علاقة بالظهر بالظهر المفاصل المعدة أو الجهاز الهضمي تحديدا أو الرقبة هذولا بدك تحتاط منهم يكونوا نقطة ضعفك خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك السابع الشراك المالي والعاطفي فهو جيد جدا نقدر نحكي ممتاز للمصالحات وممتاز لتوقيع العقود أو طرح مشروع معين أو فكرة معينة ممكن تساهم وتساعدك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك الثامن فكثير من المواضيع اللي إلها علاقة بالغيبيات أو الأمور القديمة أو المواضيع الآثرية أو الإرث مثلا برضو اليوم إذا طرحته رح يكون إيجابي أما مواضيع الدوائر الحكومية فممكن أنه اللي عنده اهتمام أو عنده معاملة حاب ينجزها اليوم بقدر ينجزها بشكل إيجابي بس أهم شيء إنه ما يخالف القوانين بالنسبة لبيتك التاسع اللي عنده امتحان بده يدرس واللي عنده سفر بده يروح قبل موعده على المطار واللي عنده تنقلات بده يحذر أثناء التنقلات واللي عنده اتصالات مع الخارج أو مع أشخاص خارج البلاد بده يمسك أعصابه وبتعامل معهم فيه نوع من أنواع النحوسة بتظلها مستمرة لغاية ساعات المساء فحاول إذا اليوم بتقدر تأجل هاي الأمور أجلها ليوم الغد بيكون أفضل أما بالنسبة لبيتك العاشر فلا إيجابية ولا سلبية في بيت ذا السمعة وبيت الأماني فمنقول لك أنه اليوم لا أمانيك رح تتحقق ولا أنه سمعتك رح تتبهذل فعشان هيك حاول أنك أنت ما تعمل أي شيء يثير المشاكل ويشوه سمعتك حاول أنك تمسك أعصابك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فاليوم عندك كثير من اللقاءات نحكي مع الأصدقاء والتحركات الدعوات تواصل اتصالات ما رح تكون دعميتك بشكل إيجابي وممكن يجيك مساعدات حتى من هذا الباب أما بالنسبة لبيتك الـ 12 فبيغطي على بيتك الأول وعلى بيتك السادس فبيدعمك شوي صحيا ونفسيا وبعطيك طاقة إيجابية للتحرك وقدرة على إنجاز كثير من المهام خلال هذا النهار برج العذراء تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بتخلى الحظ المالي عنكم هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف قارتك الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لنفسيتك هي شبيهة بالأمس أحسن شوي هي تحسن في نوع من أنواع الرغبة بالتحرك خلال هذا النهار والحظ بدعمك في هذه المسألة على المستوى الشخصي والنفسي أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه اليوم عندك بعض التحركات إلها علاقة بالمال وخصوصا اللي بيشتغلوا في العمل الإضافي ممكن يجيهم مكاسب مالية أو ممكن تجيك هدية أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه في بعض التحركات والاتصالات ما راح تكون مميزة كثير أو تحركات كثيرة ولكن اللي عنده امتحان أو عنده رحلة قصيرة أو عنده تناقلات أو حابب يروج لسلعة معينة اليوم إيجابي لهذه الأمور بالنسبة لبيتك الرابع قليل من الحضوض فيه فنأخذ من الثالث فعشان كيف نحكي لك ممكن يكون فيه النقاش أو شيء له علاقة بالأبناء يعني نوع من أنواع التواصل أو النصيحة أو حل مشكلة لإلهم يتساعدهم في مسألة معينة لقاء عائلي ممكن أنه يكون واضح على الساحة أما بالنسبة لبيتك الخامس فيه نوع من أنواع الركود العاطفي عندك رح يكون لغاية ساعات الظهيرة والعصر وبعدين بيصير بأوجه بارتفع مرة وحدة لأنه عندك رغبة للتحرك والحب للمرح للضحك للإنبساط وبعدين مع ساعات المساء بتلاشى هذا الإشي فعشان كيف بدك تستغل ساعات ما بين الظهر والمغرب لهذا الأمر أما بالنسبة لبيتك السادس فهو الغالب على الخارطة الفلكية أنه هو أقواها حضوضاً موجود في هذا البيت فعشان هيك اللي بده يقدم العمل أو عنده رغبة أنه يشتغل عند شركة معينة أو مؤسسة معينة يروح يقدم اليوم لهذه المؤسسة ممكن أنه يعمل فيها واللي عنده مقابلة اليوم رح يبدع فيها واللي عنده اتصال مع مؤسسات معينة لتحقيق غاية معينة أو مشروع معين برضو رح يكون إيجابي الصحة جيدة ما في أي مشاكل الأعمال المسيطرة عليها بتقدر تنجزها إذا كان عندك الرغبة بإنجازها أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فأنا شايفه فيه نوع من النوع الإيجابية بتدعمك في عملية المصالحة أو عملية مراجعة الشريك إذا كان الشريك حزين أو في زعل أو في غضب بينك وبين شريكك بالعاطفة فاليوم ممكن يصير أو يتم عملية مصالحة ما بينك أما بالنسبة لبيتك الثامن فهو بدعمك على مستوى الدوائر الحكومية ممكن تنجز كثير من الأوراق اللي إلها علاقة بالدوائر الحكومية أو القضايا أو إلها علاقة بالضريبة أو إلها علاقة بالتأمينات أو هذا المجال اللي أنت رح تركز عليه أو التعويضات مثلا في منكو ممكن يفتح موضوع العلاقة بالميراث بالفترة هاي أو ينفتح موضوع الميراث معاه فممكن يكون هذا محور اهتمامهم خلال الفترة اللي هو اليوم وبكرة أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه بدك تنتبه إذا عندك قضية بدك تنتبه مش لصالحك وإذا عندك امتحان بدك تدرس لأنه برضو مش لصالحك وما تهتم على الحظ في هذا الموضوع وإذا عندك سفر بدك تروح قبل موعد الطيارة بدك تهتم للوزن بدك تهتم لأوراق السفر لكل الأشياء اللي بدك تأخذها معك بالسفر للوزن ممكن يصير عندك عركسة بأي أمر من هاي الأمور يعني بمعنى آخر أي شيء له علاقة بالبيت التاسع سفر اتصالات امتحانات تواصل مع شركات أجنبية قضايا قضائية بدك تدير بالك من هاي الأمور لأنه السلبية بتدور حوالين هذا الأمور دك تكون مستعد لها أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه الأمور إيجابية تدعمك في اتجاه معين له علاقة بالمؤسسات الكبيرة ممكن عندك أعمال داخل مؤسسة كبيرة اليوم تنجزها علاقتك بزملائك بالعمل أو رئيسك بالعمل اليوم إيجابي حاول أنه أنت تتحرك بإيجابية في هذا الموضوع لأنه أنت اللي عندك الطاقة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك بالعلاقات الاجتماعية والتنقلات والعلاقات مع الأصدقاء لقاءات الأصدقاء والدعوات ممكن تتوجه لك دعوة لحفلة أو مناسبة أو يكون في تكريم أو نوع من الهدايا إليك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف بدعم الأول اليوم عندك طاقة لإنجاز كثير من الأمور عندك قدرة على إبداء رأيك في كثير من الأمور وصحتك جيدة يعني ما في أي مشاكل فأمورك إن شاء الله اليوم رح تكون بشكل إيجابي برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم تجدوا تعاون من أفراد العائلة يعني يوم بتركز على البيت هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخرطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة للبيت الأول يعني في نوع من الإيجابية ولكن مش بالقوة الكافية اللي بتتعلق بالنفسية والشخصية فمعناته باعتمد البيت هذا على حسب طبيعتك إذا كنت أنت من الناس الإيجابيين فهو إيجابي وإذا كنت من السلبيين فهو سلبي أما بالنسبة لبيتك الثاني فما فيها الإشي الكثير اللي بدعمك خلال هذا النهار إلا اللي بيشتغلوا في مجال العمل الإضافي ممكن أنهم ينتجوا أو يحصلوا على أموال بتحاول أنك أنت تمسك إيدك تعرف ميزانيتك والريحة بتحاول أنك أنت ترتب أمورك المالية بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك الثالث فإذا كان عندك امتحان أو مقابلة اليوم رح تساعدك سرعة بديهتك عالية جدا تقدر تعتمد على طاقتك الفكرية في كثير من الأمور عندك اتصالات ومواصلات كثيرة يحاول أنك تستغلها بشكل إيجابي ممكن يكون عندك لقاء عائل اليوم أو لقاء ودي أو نوع من أنواع التواصل مع الأهل مع أب أو أم أو أخ ويكون برضو من خلال هذا التواصل نوع من أنواع النصيحة أو نوع من التوجيهات الإيجابية أما بالنسبة لبيتك الخامس فهو إيجابي جدا عندك اليوم رغبة للإنطلاق للحب للغرام للنزوات للترفيه فهي قوية جدا حاول أنك أنت ما تنجر وتغامر وتخاطر في أمور ممكن أنها تشوه سمعتك حاول أنك أنت تستغل الأمور الإيجابية وتبعد عن السلبية في نوع من الحضوظ بدعمك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أن الإيجابية عالية جدا اليوم اللي حابب يقدم لوظيفة أو مقابلة فالحظ رح يدعمه بشكل إيجابي واللي عندهم أعمال اليوم رح ينجزوها بشكل كامل وعندهم قدرة على عمل أكثر من شيء في آن واحد ممكن يكون في عندك نوع من الاهتمام بالصحة أو مراقبة الصحة أو برنامج غذائي أو شيء له علاقة بأدوية أو شراء أدوية أو أشياء تجهيزية أو ضرورية إلى الدعم الصحي ممكن مكمل غذائي مثلا بالنسبة لبيتك السابع وبيتك الثامن يعني بيت الشراك المالي والعاطفي ما فيه أي شيء يذكر خالي من أي تأثيرات للكواكب فعشان هيك هو بعتمد على طبيعة الحياة اللي أنت عايش فيها إذا كان فيها مشاكل ففيها مشاكل إذا ما فيها مشاكل معناته الأمور طبيعية أما بالنسبة لبيتك الثامن برضو هو خالي من السلبية والإيجابية فيما فيه دعم حظ مثلا في هذا الموضوع فإذا كان عندك اليوم أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو إلها علاقة بالشيء الغيبية فهي بتعتمد على وضعك أنت وعلى ظرفك أنت لأنه ما فيه أي شيء بحركها يعني على حسب شخصيتك وتربيتك وثقافتك بتمشي هذه الأمور وخصوصا أمور المواريث أو الأمور الأموال اللي إلها علاقة بالتعويضات أما بالنسبة لبيتك التاسع فبدك تحذر إذا عندك امتحان اليوم جامعي أو عندك قضية أو عندك مراسلات أو اتصالات أو بريد أو أي شيء العلاقة بالاتصالات والمواصلات الخارجي والامتحانات فبدأ أقول لك لا تعتمد على الحظ نهائيا بدك تكون مستعد لأي شيء ودارس كل الأمور بشكل إيجابي على أساس أنه ما يصير أي تأخير أو تعطيل لهذا الأمر وينحسب عليك وإذا كان في الأمور القضائية حاول أنك أنت تقدم كل أوراقك أو أنه طالب بتأجيل للقضية هاي لأنه إذا حكم فيها راح تكون مش لصالحك أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايفه إيجابي شيئا ما بدعمك نطاق العمل في بعض ساعات ما بين الظهر والعصر ممكن يكون فيه نوع من أنواع الإطراء أو شيء يدعم من سمعتك أو من مكانتك أو يتحقق له أمنية معينة أو الطالب يتحقيق أمنية معينة ويكون فيه نوع من أنواع الإنجاز أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أن الأمور الإجتماعية برضو بتطغى على الساحة اليوم ممكن عندك لقاء مع أصدقاء أو لقاء اجتماعي أو لقاء ودي مثلا أو خروجة أو فسحة معينة مع الأصدقاء أو مع المعارف أو ناس أنت بتحبهم وتحقق من خلاله إنجازات اليوم هذا ويكون من الأيام المميزة أما بالنسبة لبيتك 12 فهو يدعم بيتك الأول ويدعم بيتك السادس فاليوم طاقتك حلوة وعندك شجاعة وعندك انطلاق قوة للانطلاق والتحدي وممارسة أمور كثيرة إيجابية تقدر تنجز من خلالها أمور كثيرة وتحقق من خلالها أمور كثيرة إذا استغلتها بشكل إيجابي وإذا تحركت مش إذا قعدت في البيت وقولت لا ما هي بدأ تيجي الأمور ما رح تيجي تحرك برج العقرب بتنشطوا في السفر والاتصالات يوم مناسب لإجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة للبيت الأول باعتمد على شخصيتك إذا أنت من النوع المرح فهو مرح رح يكون النهار وإذا أنت من النوع النكد فاليوم النكد رح يكون لأن بيت الشخصية فارغ لا في تأثيرات سلبية ولا تأثيرات إيجابية فهي على طبيعتك على كيف أنت بتتعامل في هذه الحياة كيف نفسيتك ووضعك الاجتماعي رح يكون هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثاني فهو يدعم قليلا بعض الأشخاص اللي بيشتغلوا بالعمل الإضافي من أنهم يحققوا بعض الأرباح خلال هذا النهار وممكن برضو أنه أنت يجيك هدية أو يجيك نوع من أنواع الدعم خلال هذا النهار بشكل أنت ما بتتوقعه أما بالنسبة لبيتك الثالث فإذا كان عندك اتصالات وعندك تنقلات وعندك امتحانات خصوصا اللي بيقدموا امتحانات ما قبل الثانوية العامة بدهم ينتبهوا بتنقلاتهم بمراسلاتهم باتصالاتهم بدهم ينتبهوا من العصبية والحدية في التعامل من اعتمادهم الكل على سرعة بديهتهم لأنه ما رح يتحقق نتيجة بالعكس ممكن تكون الأمور سلبية وبدكوا تنتبهوا من الخلافات مع أحد الأبناء أو الإخوة أو العائلة خلال هذا النهار وتحتد أو تعصب أو تخلق مشاكل أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايفوا إيجابي جدا على مستوى البيت ممكن كثير من الأمور البيتية تهتم فيها اليوم إذا كنت أنت من مثلا حابب تغير ديكور أو تصليحات أو تزبيطات أو شراء أشياء لها علاقة بالبيت أو نواقص البيت فاليوم مناسب جدا وإيجابي جدا وممكن حتى بما أنه بيتك الرابع إلو علاقة بالمطبخ السيدات اللي بيعملوا في المطبخ ممكن أنه اليوم يبتكروا طبخات جديدة أو يحاولوا أنهم يعملوا أشياء مميزة على أساس أنه عندهم نفسية وقابلية للبيت بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك الخامس فعندك رغبة في الخروج أو التنزه أو الحب أو تدعيم علاقتك العاطفية ولكن بدي أقول لك أنه ما تخاطر بسمعتك وما تتهور باتجاه سلبي ما تحاول أنك تروح على النزوات بشكل داعم جدا لأنه الأمر مش سهل رح يكون عليك فحاول أنك أنت تستغل الأمور الإيجابية مش الأمور السلبية في نوع من الحضوذ بتدعمك استغلها أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه على مستوى العمل أنت مسيطر على أعمالك بشكل إيجابي وضعك الصحي ممتاز ما في أي مشاكل تذكر خلال هذا النهار ممكن يكون عندك نوع من الاهتمام لبعض الأعمال لإنجازها خلال هذا النهار اللي حابب يقدم لوظيفي أو حابب يقدم لشغل معين أو مقابلة معينة فاليوم إيجابي بدعمك أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه ما فيه الدعم الكبير يعني بالعكس ممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع السلبية في هذا اليوم على مستوى الشراك المالية والعاطفية فعشان هيك يديروا بالكم من المشاكل مع شركائكم العاطفين ما فيه داعي لتوقيع عقود إلا إذا تأكدتوا من العقود بشكل كامل ودققتوا فيها بشكل كامل على أساس أنه ما تكون سلبية ضدك أما بالنسبة لبيتك الثامن فيه منك راح يكون عنده اهتمام لبعض الأوراق القانونية أو أوراق ثبوتية أو شيء له علاقة بالدوائر الحكومية أو يطرح موضوع إرث أو ميراث خلال الفترة هاي أو الناس تراجع لها شيء لها علاقة بالديون أو القروض أو المنح أو شيء له علاقة بتعويضات من التأمينات أو تعويضات من ضريبة مثلا أما بالنسبة لبيتك التاسع فبما أنه الثالث بيحذر من التنقلات والتاسع بيحذر من التنقلات فبدك تنتبه من تنقلاتك من سفرك من امتحاناتك على مستوى الجامعي كمان فعشان هيك بدك تكون حذر جدا أثناء التنقلات خلال هذا النهار ما في داعي للمغامرة ولا المخاطرة ولا التهور وإذا كان في عندك اتصالات مع دول أجنبية بدك تكون حذر وبرضو ماسك عصابك ما تتهور وما تندفع على أساس أنه ما تتسجل عليك هاي الأمور أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو بدعم سمعتك بدعمك على مستوى العمل مع الشركات الكبيرة على مستوى زملائك بالعمل ورأسائك بالعمل بحقيق لك بعض الأماني ممكن في نوع من الإيجابي دعمي لا إليك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه هو اللي فيه الطاقة الأكبر فعشان هيك اليوم راح تنشط في اللقاءة الاجتماعية أو الدعاوة الاجتماعية أو لقاءك بأصدقائك أو بعض المقربين لا إليك ممكن يكون لقاء اجتماعي أو عائلي ويكون من خلاله بعض الإنجازات حاول أنك تستغله بشكل إيجابي وحاول إذا في من خلال هذا اللقاء تحقيق لغاية معينة إيجابية بتدعمك أو بتدعم مركزك حاول أنك أنت تستفيد منها وإذا أنت بحاجة للنصح أو المساعدة برضو بدعمك هذا الموضوع أما بالنسبة لبيت متعبك بيتك 12 فأنا شايف أنه هو بدعمك بطاقة كبيرة أنك أنت بتقدر تنجز كل أعمالك بشكل إيجابي وعندك مشاط ممتاز وواضح ونفسيتك أريح من الأيام الماضية برج القوس تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية هيك القمر بحكي لك هلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك يعني أنا شايف بالنسبة لبيتك الأول أنه نفسيتك مش مرتاح اليوم في إيش منكد عليك في بعض الأفكار أو الهواجس أو الذكريات بتنصب على رأسك اليوم بتحاول تفكر فيها وترتبها فنفسيا أنت مش مرتاح في عندك نوع من الضغط النفسي موجود عندك مش حابب تهتم في حالك ولا حابب تنجز أي شيء ولا حابب تعمل أي شيء ورغم أنه في عندك كثير حضوظ في البيوت الأخرى ما تخلي هذا الموضوع يسيطر عليك ويمنعك من الإيجابيات اللي موجودة في البيوت الأخرى فمثلا بيتك الثاني بيدعمك من ناحية مالية ممكن اللي بيشتغلوا في عمل إضافي أو عندهم مطالبة مالية اليوم بيقدروا يطالبوا فيها وبيقدروا يحصلوا أشياء لها علاقة بالمال ممكن يرتبوا أمورهم المالية بشكل إيجابي ممكن يجيهم بعض الدعم الخارجي أما بالنسبة لبيتك الثالث فاللي عنده امتحان أو عنده اتصالات أو مواصلات خلال هذا النهار فهو نشيد جدا ومبدع جدا وبرضو الحضوظ بتدعمه بشكل إيجابي جدا عنده سرعة بديها عالية وعنده قدرة على السيطرة على أي شيء ممكن أنه يكون خلال هاي الأمور اللي احنا ذكرناها أما بالنسبة لبيتك الرابع ومنوخذ من بيتك الثالث علاقاتك العائلية ممتازة في بعض الهدوء اليوم بعم عليك ما في أي شيء ينكد عليك بالعكس أنت بتقدر تتواصل مع أبنائك أو إخوتك أو على مستوى العائلة بشكل إيجابي ممكن يصير عندك نوع من الاهتمام بأحد الوالدين أو الاتصال فيه للاطمئنان عليه أو التواصل معه لحل مشكلة معينة أما بالنسبة لبيتك الخامس فاليوم عاطفيا أنت قليل العطاء ما عندك هالاهتمام الكثير العاطفي رح يكون أول أمور ما رح تكون دعميتك بالشكل الإيجابي رغم أنه في قليل من الحضوظ ممكن تدعمك في مسائل أخرى ولكن أنه ما في أي خلاف رح يكون ناتج من خلالك باتجاه الحبيب أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه الأمور بالنسبة للعمل ممتازة أنت بتقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار ووضعك الصحي إيجابي جدا ممكن أنك أنت اليوم تفكر في أمور إلها علاقة بحمية أو إلها علاقة بأدوية تكميلية مثلا فيتامينات أو أشياء مثل هيك أو مشروب عشاب أو شغلة من هذا القبيل ممكن تراقب وزنك أو تبدأ في برنامج رياضي فاليوم إيجابي بشكل مناسب في هذه الأمور أما بالنسبة لبيتك السابع ببيت الشراك المالية والعاطفية فاليوم إذا عندك مشروع أو فكرة معين للتطوير مشروعك أو توقيع على عقد فهذا اليوم مناسب جدا حتى للارتباط خطوبي أو زواج أو توقيع عقد قران أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أن الأمور أقل حضوظا ولكن فيها حظ بالنسبة للدعم المالي والمساعدات المالية وممكن يجي حتى من طريق أنت يعني مش متوقع أنه هذا الشخص ممكن أنه يساعدك إذا كان عندك بعض الديون وحابة تطالب فيها برضو اليوم تقدر تطالب فيها وممكن أن تحصل بعضها مش كلها أما بالنسبة لبيتك التاسع فبدك تحذر هنا من التنقلات والاتصالات والامتحانات على المستوى الجامعي والتنقلات البعيدة والسفر البعيد أنه ما تعتمد على الحضوظ ولا تعتمد على أنه لا الأمور ماشي بدك تتفقد أوراقك بدك تقدم امتحانه وأنت مستعد له ما تعتمد على الحدث نهائيا إذا بدك تشتري أي شيء العلاقة بالسوق الدولي مثلا بريد يجيك بريد اعرف أنه ممكن يتأخر لازم تدرسه بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو إيجابي بدعمك على المستوى الأماني وعلى مستوى الشركات الكبيرة زملاء العمل رؤسائك في العمل فممكن تنجز كثير من العمال وممكن يجيك نوع من الإطراء أو التكريم خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف على المستوى النشاط الاجتماعي عندك كثير من النشاطات الاجتماعية أو الاتصال بأحد المقربين أو الأصدقاء لمساعدتك في مسألة معينة ويساعدك فيها وتكون النتيجة إيجابية أما بالنسبة لبيتك المتاعب فأنا بحكي لك أنه شوي بيخفف من ضغط بيتك الأول فبعطيك نوع من أنواع الطاقة والصحة بتكون جيدة ما في أي مخاوف عليها وعندك كثير من العمالة بتقدر تنجزها خلال هذا النهار ووضعك آمن برج الجديد ثقتكم بنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا إلى خطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول يعني نفسيتك في تحسن عندك اهتمام بنفسك واضح حابب أنه اليوم تنطلق بأشياء كثيرة إيجابية مشحون بطاقة إيجابية قوية رغم أنه شوي في نوع من أنواع التكاسل في بعض الأوقات رح يجيك ولكن أنه نفسيا مكمل الأمور ليوم أمس أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية بتطغى على الساحة في إيجابية ممكن يجيك دعم معين ممكن تعويض معين ممكن إشي العلاقة بهبا معينة أو مساعدة عندك اللي بيشتغلوا في مجال الأعمال الإضافية اليوم ممكن يجيهم كثير من الأعمال الإضافية أو يجيهم ناتج من هذا الموضوع وممكن تجيهم هدية أما بالنسبة لبيتك الثالث فهو بيدعمك في الاتصالات والمواصلات والتنقلات وممكن منك يفكر في شراء كمبيوتر أو هاتف أو نقال أو يجيه حتى هدية فعشان هيك اللي عنده امتحان أو تنقلات اليوم رح يكون نشد جدا ورح يكون مميز ويحقق إنجازات من خلال هذا البيت علاقتك بإخوتك أو أبنائك رح تكون مميزة جدا لقاءات عائلية أو اتصالات عائلية ممكن يتحقق من خلالها حلة مشكلة معينة اهتمام بالبيت ونظافة البيت وبعض الترتيبات داخل البيت وممكن شراء أشياء لها علاقة بالنواقص المنزلية أو ديكورات اللي لها علاقة بالبيت أما بالنسبة لبيتك الخامس وعاطفتك اليوم جياشة عندك اهتمام بالحبيب أو التواصل مع الحبيب ممكن خروج مع الحبيب ممكن إشي العلاقة بالإنبساط والترفيه يكون مميز أما بالنسبة لبيتك السادس فاهتمامك بصحتك لياقتك حركتك إنجاز أعمالك هذا كله رح يكون إيجابي واللي منكم بيبحث عن عمل خلال هذا النهار بيقدر أنه يقدم لعمل وإن شاء الله أنه رح يحقق هذا الأمر أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الدعم الشراكة المالية والعاطفية أي توقيع لعقود خلال هذا النهار رح يكون إيجابي وأي مصالحة لها علاقة بالشريك برضو رح تكون إيجابية أما بالنسبة لبيتك الثامن فما رح يكون هالتحركات الكثيرة على مستوى القانوني أو على المستوى الشراكي أو على مستوى الأمور الميراث أو الأمور الغيبية بالعكس اهتماماتك يعني بسيطة مش كثيرة في هذا الأمور رغم أنه في حظ في هذا المكان ولكن أنه ما شايف أنا في تحركات بهذا الاتجاه وحاول أنك ما تخلفش القوانين أهم شيء أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه بداية النهار ونهاية النهار أمور إيجابية بالنسبة لعلاقات الامتحانات والاتصالات مع الأجانب أو اتصالات مع شركات كبيرة لها أكثر من فروع في دول العالم أو السفر أو التنقلات رح تكون إيجابية ولكن بدك تحذر من ساعات الظهر لساعات العصر ما تتهور وما تغامر وإذا عندك امتحام ده تكون مستعدله بشكل كامل لأنه في شوية نحوسة بتضغطك في هاي الفترة أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه كثير في عندك أعمال اليوم على مستوى الشركات الكبيرة ممكن أنه عندك اهتمام بأوراق أو وثائق معينة أو توقيع بعض العقود ممكن تعاملك مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل يكون إيجابي وإنجاز كثير من الأعمال فاستغل هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فعندك اهتمام للقاء الأصدقاء وتنقلات والطلعات ممكن رحلة معينة أو مناسبة معينة أو دعوة معينة تجيك خلال هذا النهار ويكون من خلالها تواصل مع صديق أو معرفة بعلاقة اجتماعية يدم لك يد المعاونة أو المساعدة في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت متعبك فأنا شايف أنه شوي في نوع من أنواع الضغوط النفسية يعني شوي بتتعبك أو بترهقك ممكن أنه تعب جسدي سطحي أو بسيط أو معتاد عليه شهريا فأنه هذا شوي أرقك ولكن أنه الأمر طبيعي إن شاء الله بتمشي الأمور بشكل إيجابي وما في أي خوف لأنه نسبة النحوس الموجودة مش هالنحوس الكثيرة عشان هيك ما منقلق منها مرج الدلو يوم بتطلب منك الانتباه جيدا لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل المتراكم يعني هذا القمر هيك بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك يعني أنا شايف اليوم شبيه ليوم أمس بالطرح لأنه تقريبا نفس الحضوض نفس الشيء ما فيه شيء يعني مختلف بيتك الأول نفسيتك أحسن حتى أحسن من أمس في عندك نوع من أنواع التحركات اليوم لها علاقة بالنفسية أو النشاط الحركة طاقتك إيجابية نفسيتك مرتاحة بالنسبة لبيتك الثاني أنا شايف الأمور دعمي على المستوى المالي اللي بيشتغلوا في العمل الإضافي ممكن حصلوا على نقود ممكن تجيك هدية أو دعم مالي من جهة معينة أو من صديق أو من شركة معينة أو دعم خاص فبالنسبة للمصاريف أنت مسيطر على الأمور وما في عندك هالنفقات إلا إذا أنت كنت حابب أنك أنت تصرف فلوسك فهذا بيصير أمر شخصي مش أمر فلكي أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم أقل الإتصالات والتنقلات عندك بتحاول أنه أنت يعني نشاطك الفكر يكون في نقطة محددة أو في مكان ثابت ما بتحب أنك أنت تتوسع كثير ولكن ممكن يكون عندك بعض التحركات أو الإتصالات على حسب شغلك الأمر إيجابي اعتمد على سرعة بديهتك حاول أنك تسوق لسلعة معينة بشكل إيجابي ورح تحقق هاي الأمور أما بالنسبة لبيتك الرابع ومنوخذ من الثالث فعلاقتك مع الإخوة في نوع من أنواع التواصل أو وضع خطط معينة أو حلول معينة وممكن تمتد لجلسة عائلية أو نقاش بأمر عائلي في هذه المسألة ممكن تهتم في نواقص للبيت أو بعض المشتريات للبيت أو بعض التغييرات على مستوى البيت أو مصالحة على مستوى البيت أو علاقة مع أم أو أب تكون إيجابية بيتك الخامس بدعم علاقتك مع أبنائك وبدعم علاقتك مع الحبيب برضو بعطيك نوع من أنواع الحضوظ ولكن برضو بأجج عندك اللي هي نقطة الترفيه والنزوات فحاول أنك أنت ما تتهور زيادة في هاي الأمور حاول أنك تراقب حالك انبسط ولكن بدون ما تسيء لسمعتك أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه إيجابي بدعمك بشكل إيجابي على مستوى العمل أنت مسيطر على الأمور بشكل واضح تقدر تبتكر إشي جديد أو تطور من نمط عملك بشكل ممتاز يعني بدك بس أنك أنت تستغل هذا النهار وإنجاز الأعمال المكللة لإلك ممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لإلك ممكن أنك أنت تبدأ بحمية معينة أو تبدأ بتناول نوع من الأعشاب أو مزيج أعشاب أو نوع من الفيتامينات أو المكملات الغذائية أما بالنسبة لبيتك السابع فبدعمك على مستوى الشراك المالية والعاطفية ممكن يكون في نوع من المصالحة أو تطوير لمجال عملك في شيء معين أو توقيع على عقد معين أو بداية طرح لمشروع معين يكون إيجابي أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه كثير من الأمور اليوم إلها علاقة بالغيبيات أو الاهتمام بالغيبيات أو المورائيات أو أنه متابعة حتى لو فيلم خيالي أو قصص غير واقعية ممكن بعضكم يناقش مسألة إرث أو قرض معين ممكن طلب مساعدة أو دعم من جهات معينة برضو هذا الأمر بدعمك في خلال هاي الفترة أما بالنسبة لبيتك التاسع فهنا هذا البيت بيقول لك لا مغامرة ولا تهور ولا اعتماد على الذكاء بدك تكون مستعد على مستوى الدراسة على مستوى المحاكم على مستوى تنقلاتك على مستوى سيارتك على مستوى السفريات يعني بدك تكون مراقب الأمور هاي بشكل كبير لأنه ما في حضوظة بتدعمك في هذا اليوم بالعكس في نوع من أنواع النحوسة أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فأنا شايف أنه ما في حظ معك ولا حظ ضدك عشان يقولنا لك إذا بدك تطلع تمرح ونزوات راقب حالك وما تغلط لأنه بيت السمعة خالي من الدعم من الحضوظ فممكن تشوه سمعتك إن أخطأت أو تهورت وعلاقاتك بالنسبة لزملائك بالعمل أو مسؤولينك بالعمل هي إيجابية أما بالنسبة لبيتك 11 فكثير من التحركات اليوم رح تكون على مستوى الأصدقاء أو العلاقات أو المعارف ممكن تطلب مساعدة أحد ما منهم فيساعدك بأمر معين أو يشور عليك بطريقة معينة كيف أنت تتحرك في الفترة القادمة فيكون الوضع إيجابي ولمصلحتك أما بالنسبة لبيتك 12 فهو بدع عن بيتك الأول عندك نفسية عالية وقدرة عالية لحل كثير من الواجبات والمسؤوليات خلال هذا النهار بتقدر أنك أنت تنجزها وبتقدر تتحرك وتحافظ على صحتك وما في أي خوف أو قلق برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق وممكن منكم يشارك في مناسبة سعيدة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطك الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف أنه الأمور يعني النفسية برضو أحسن من يوم أمس في عندك كثير من الأشياء حابب تتحرك لها حابب أنك تعدل من مزاجك اليوم ومن شخصيتك حابب تتحرك وتفرض حالك عندك قدرة على فعل هذا الأمر فما تخاف من أي الأمور بالعكس نفسيتك اليوم أحسن أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف الأمور إيجابية ممكن أنك تستغلها على المستوى المالي على مستوى العمل الإضافي فممكن أنك تحقق في بعض الإنجازات ويكون في مردود مالي من وراه وفي منكم ممكن يحصل على هدية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات في منكم ممكن يشتري هاتف نقال أو شيء له علاقة بالكمبيوتر أو أجهزة تصوير أو الاهتمام في هاي الأمور بيكون إيجابي أما إذا كان عندك نوع من أنواع الامتحانات والتنقلات فاعتمد على الحظ وعلى نشاطك وممكن نتحقق إنجازات ممتازة جدا من خلال الامتحان أو من خلال مقابلة أو من ترويج سلعة معينة فيكون إيجابي علاقتك مع إخوتك ممتازة وممكن أنها تمتد لقاء عائلي أو نقاش عائلي أو صلحة عائلية في مسألة معينة ويكون الأمر لصالحك وتكون أنت ظاهر فيه بقوة هذا لأنه ربطناه في بيتك الرابع الإيجابي فعشان هيك على مستوى البيت في نوع من الاهتمام بأخ أو بمشكلة أخ معين أنت تساعده أو هو يساعدك في هذه المسألة شراء نواقص للبيت أو تحسينات أو تغييرات على مستوى البيت أو حتى التفكير في بيت جديد هذا الأمر بدعمك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك الخامس فهو أقل الحظوظ يعني عندك لقاءات عاطفية أو حب للدعم العاطفي ولكن ممكن ما يكون بالقوة اللي أنت بتتخيلها خلال هذا النهار الحظوظ برضو فيه مش كثير داعمة فعشان هيك إذا كان عندك لقاءات عاطفية أو خروج في نزهة أو نزوة أو نوع من الترفيه ما تغامر لأن الحظوظ ما بتدعمك بشكل كبير ودير بالك من تشويه سمعتك أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه مدعوم بشكل إيجابي على مستوى العمل ممكن تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار واللي بيعمل بيقدر ينجز أعماله واللي بيوكلك من أعمال بتقدر أنك أنت تنجز كثير من هاي المسئوليات خصوصا الأعمال الفردية صحتك راح تهتمم فيها ممكن أنه تتعاطى نوع من الفيتامينات أو المكملات الغذائية أو شيء العلاقة بتنظيم الوزن أو فيتامينات فالأمر برجع لطبيعة تكوينك أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايفه إيجابي على مستوى الشراك المالي والعاطفي ممكن يكون فيه مصالحة أو مسعى لمصالحة معينة أو ممكن توقيع عقد أو طرح مشروع أو فكرة معينة أو التشاور على مشروع معين فالفترة إيجابية وبالدعم هذا الموقف أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه برضو إذا طلبت مساعدة أو قرد معين أو نوع من أنواع المساعدة من أشخاص معينين ممكن أنه تجيك فيه خلال هذا اليوم إذا كان عندك أمور قانونية أو أوراق ثبوتية أو أوراق قانونية حاب تنجزها خلال هذا النهار برضو بصير فيه إيجابية قوية في هذا الموضوع وبرضو اهتمامك بالغيبيات رح يكون فيه أوجه أما بالنسبة لبيتك التاسع فبقولك احذر من التنقلات والامتحانات والسفر والقضايا القضائية خلال هذا النهار لأنه عندك البيت هذا شوي فيه نحوسه فعشان هيك ما فيه داعي للمخالفات ولا التهور ولا العصبية في الأمور اللي إحنا ذكرناها وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف على مستوى العمل مع الشركات الكبيرة الأمر ضاغط عليك ممكن عصبيتك تفرط في أي لحظة وتروح إلا أنت متهور وعمل مشكلة مع زميلك في العمل أو مع من سؤولك في العمل ما فيه داعي لهذا الأمر وما فيه داعي للتهور ولا اختلاق المشاكل حتى لو استفزوك لا تعطيهم اللي بدهم إياه أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف عندك نشاط اجتماعي لقاء مع أصدقاء ممكن دعم صديق لا إلك أو ممكن أنك تنجز بعض الأمور من خلال صديق أو معرف أو علاقة شخصية فيساعدك في أمر معين ممكن يتوجه لك دعوة لحفلة أو مناسبة ويكون اللقاء جميل أما بالنسبة لبيتك 12 فبدع عن بيتك الأول وبيتك السادس فاليوم عندك طاقة لإنجاز كثير من الأعمال المكللة لإلك عندك كثير من التحركات والنشاط عندك كثير الاهتمام بصحتك بشكل واضح تماما رح يكون وعندك كثير من الإنجازات اللي رح تكون خلال هذا النهار فاستغل النهار هذا وإن شاء الله خير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء